ألمانيا أهم دولة أوروبية اكتوت بنار الإرهاب هل بالك من دي عاملة مؤتمر موجود فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي نجوف وأرجع لحضراتك تاني قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية بنشاط مكثف في العاصمة الألمانية برلين بجانب المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا في ظل الدور الكبير وغير المسبوق الذي تقوم به مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي من أجل التنمية في القارة الصمراء فمبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة الصمراء وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادي عام الفين وسبعتاشر خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي زاد الاهتمام العالمي بالقارة بقوة مصر الدبلوماسية ودورها الإقليمي ودولي وقيامها بدور حلقة الوصل بين الاتحاد الأفريقي والقوة الاقتصادية العالمية في إطار رؤية أجندة الاتحاد الأفريقي الفين تلات وستين خلال القمة أكد الرئيس السيسي على أهميتها لما تمثله في جذب الاستثمارات مشيرا إلى أن القمة تعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الأفريقية على نحو غير مسبوق مشيدا بمبادرة ألمانيا بإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار في أفريقيا مؤكدا أن القارة الأفريقية تمتلك من المقومات والموارد المتنوعة والموقع الجغرافي المتميز جنبا إلى جنب مع ما لديها من إرادة سياسية ورؤية واضحة المعالم لتنفيذ الإصلاحات وإقامة مشروعات الربط والاندماج الإقليمي وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بما يؤهلها بأن تصبح أحد محرك النمو للاقتصاد العالمي وحث الرئيس المجتمع الدولي لتوفير جميع صور الدعم الممكن لدول القارة الأفريقية لمجابهة تحديات أعباء الديون ومحاربة الفقر والأمراض المتوطنة وظاهرة تغير المناخ والهجرة وقال الرئيس أن الدولة المصرية تغلبت على جزء كبير من التحديات المزمنة التي كانت تواجهها في السابق مستشهداً بقطاع الكهرباء مؤكداً إنفاق ما يقرب من 60 مليار دولار حتى يكون قطاع الكهرباء المصري عابراً للدول والقارات مشيراً إلى أن الدولة المصرية نجحت في إنشاء 7000 كيلو متر طرق من خطة تتضمن 9000 كيلو متر بهدف ربط الدولة المصرية ببعضها وبدول الجوار في أفريقيا ولفت الرئيس إلى أن مصر لديها 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة حقوق المواطن المصري مؤكداً أن مصر تغلبت على الإرهاب بشكل كبير إلا أنها دفعت تكلفة كبيرة جراء إجراءات مكافحته كما عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع المستشار الألمانية ميركل بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية حيث تم إجراء مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حيث ثمنت ميركل الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية ومؤكدة أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة وقد أشهد الرئيس السيسي بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة القادمة وتعزيز التنصيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك كما تم استعراض سبل تنصيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلاً عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا كذلك التقى الرئيس مع رئيس جمهورية ألمانيا للتحادية بمقر القصر الرئاسي ببرلين وأجريت مباحثات موسعة أشاد خلالها الرئيس الألماني بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها مؤكداً حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك كما استقبل الرئيس جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني لدراسة مزيد من التعاون أيضاً أنجريت كارين باور وزيرة الدفاع الألمانية وتم مناقشة أوجه التعاون المشترك في ظل التحديات العالمية حيث أكدت كارين باور أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين وقام الرئيس بزيارة مبنى الريخ استاج المقر التاريخي للبرلمان الألماني وكان في استقباله رئيس البرلمان الألماني البوندستاج الذي رحب بالرئيس وثمن العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصرية والألماني وحرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة واستقبل الرئيس وفداً من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية لبحث المزيد من التعاون كما شارك الرئيس في مائدة مستديرة مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية والتقى مع عدد كبير منهم في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها فضلاً عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها كما شهدت الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مصر وألمانيا في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر